ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وفد الوزراء المشارك في أعمال الاجتماع الثامن للجنة ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الرياض شارك في أعمال الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بالتنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وطلعت اللجنة خلال أعمال الاجتماع على البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة الثانية والاربعين للمجلس الأعلى والذي يتناول أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والحرص على تنفيذ خطة العمل المشترك كما طلعت اللجنة على القانون الاسترشادي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى القانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي واستعرض أصحاب السعادة الوزراء عددا من البنود حول اعتماد الرابع عشر من سبتمبر من كل عام يوما للأسرة الخليجية ومقترح الأمانة العامة حول تفعيل العمل الخليجي المشترك الخاص بالمرأة الخليجية والذي سيعنى بتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي قامت بها دول المجلس في مجال تمكين المرأة وتم خلال حفل افتتاح أعمال الاجتماع تكريم الدكتورة شيخ سالم العريض ضمن فئة الشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي ومؤسسة المبر الخليفية برنامج رايات لمشروعات القطاع الاهلي التطوعي وكذلك تكريم شركة يوسف بن أحمد كانو مركز بارك كانو الاجتماعي الشامل وذلك ضمن فئة مؤسسات القطاع التجاري الخاص في مملكة البحرين نظرا لأهمية المؤسسات ومساهماتهم في الشراكة المجتمعية والتي تعود بالنفع على المواطنين اشتركوا في القناة